رغم محاصيلهم الوفيرة هذا العام، يقف مزارعون أوكرانيون في حقولهم عاجزين عن معرفة هل سيكون في وسعهم بيعها إلى الخارج في ضل الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية. وتسبب منع تصدير الحبوب الأوكرانية بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في العالم، وبات يهدد بمجاعة في العديد من الدول، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء. وتبقى حوالي 25 مليون طن من الحبوب عالقه في الموانئ الأوكرانية بسبب الحصار الذي تفرضه البحرية الروسية، إنما كذلك بسبب الألغام البحريية، التي زرعها الأوكرانيون لحماية سواحلهم من هجوم روسي من البحر